إيه الرسالة اللي ممكن توصلها أخ مكرم للمتشككين واللي بحاولوا يرفضوا صحة الكتاب أو سلطة الكتاب المقدس ولو بدقيقتين الرسالة اللي منقولها بشكل واضح أقوال الله صادقة أقوال الله مشهود عليها في قلوبنا في الروح القدس من الكتاب المقدس المعصوم من الشهادات الخارجية اللي عرضناها إن كان أنت أخي أو أختي في عندك الأمانة الكافية إنك أنت تفحص تفحص شو أنت بتآمن تفحص الهجومات اللي بتسمع عنها تفحصها بشكل دقيق تتطلع عليها وتسلي تقول لي يا رب اكشف عن عيني اكشف عن عيني أرى عجائب من شريعتك اكشف عن عيني فرجيني الطريق الصح فرجيني إنه أنا يعني هاي الأشياء اللي وضعوها الأحبة قدامي مش هدفها هجوم علي وإنما فكر كمان مرة أقول ليش أنا شفت هذا البرنامج ليش الجماعة هدول عم بيحكوا بكل يقينية وبكل ابتسامة وبكل محبة وبكل يقول لك يعني احنا مش عم نهارة منقول لك تفضل إيش موزود الوثنيين شو كاتبين وأنت عزيزي أختي مشاهدين الأفاضل أحكم بنفسك قرر فكر صلي لأ الله والله أكيد إن كانك أمين إن كانك أميني الله رح يرشدك للحق والحق واضح تعرفون الحق والحق لحرارة أمين دكتور مكرم شكرا جزيلا وربنا يباركك وأنا حبيت الختام اللي ذكرت فيه وإن سكت هؤلاء فالحجارة تتكلم فعلا الحجارة بتذكرنا وبتحذرنا في نفس الوقت قال الرسول بطرس لأننا لم نتبع خرافات مصنعة قال الرسول بولوس لأننا لسنا كالباقين غشين كلمة الله ويقول الكتاب المقدس فقدسوا الرب الإله في قلوبكم مستعدين لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداع وخوف اللي عمله اليوم دكتور مكرم وهي عن دراسة وعن بحث طويل أحبائي اللي حاول يظهر أن هذه الكتابات تظهر حقيقة الأمر عن هؤلاء الأبطال سواء بفشلهم وسواء بنجاحهم ولكن في النهاية بورينا الكتاب وبيستعرض أنه في شخص وحيد واحد هو الكامل بلا خطية يسوع المسيح بتأمل هذه الحلقات كانت سبب بركة لحياتكم إذا عندك أي سؤال أو أي استفسار بحب أسمع آراءكم تتواصلوا معنا إما على الهاتف أو على السوشل ميديا بحب أسمع منكم ربنا يبارككم وإلى اللقاء